في هذا الفيديو رح نشرح أفضل إعدادات كروت الشاشة انفيديا الضعيفة جداً والمتواضعة عشان تحصل على أفضل وأقصى أداء من كرت الشاشة الخاص بك سلام عليكم ومشباكم وحالكم ومشاء الله يمنكم بألف خير معكم أخوكم ومحمد جارت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع لمجمعات الخير رح يكون موجه لكروت الشاشة انفيديا الضعيفة جداً كثير تعليقات يجدني على المقاطع الماضية اللي شرحنا فيها أفضل إعدادات كروت الشاشة انفيديا كنترول بانل للألعاب للأجهزة كانت غالباً متوجهة للأجهزة المتوسطة للقوية عشان تحصل على أقصى فريمات وأقصى أداء لكن في كثير تعليقات شفتها عن ناس عندهم كروت شاشة ضعيفة وبدهم يحصلون على أداء أفضل يزودون فريماتهم ويشيلون مشكلة اللاقو والتقطيع على الألعاب عشان هيك إن شاء الله هذا المقطع خصيصاً لهم فلا تحرموني إخوان من اشتراكاتكم في القناة عشان زي ما نشوفون قدامكم هل هي صورة أغلب نسبة مشاهدين قناتنا مش مشتركين في قناة يعني بيشوفون المقاطع وبيروحون ما بيشتركون أول شيء إخوان راح نروح هون على إنفيديا كنترول بانل لو مش ظاهرة قدامك هل إيقونة شرحت كيف تظهرها على القناة وتحل مشكلة عدم ظهورها نضغط على إنفيديا كنترول بانل راح تلاقي عندك 3D ستنج هون نجي نختار الخيار لفي الوسط ونضغط على apply في هذا المكان use the advanced 3D image settings نروح على manage 3D settings هون على global settings هذا الخيار يخوان الخيار هذا بعد هذا الخيار عندنا الخيار الأول settings هون عند image scaling هذا الخيار حطه off نضغط على ok الخيار هذا ممتاز جدا ومهم جدا لكن للكروت الجيدة للقوية يخوان تكلمت عنه في فيديو مفصل راح تلاقيه على القناة الخيار اللي بعده off كمان يخوان حاولوا تسوي هاي الخطوات يعني زي ما سويتها أنا بالضبط قدامكم الخيار هذا كمان off هذا الخيار anti-aliasing FXAA كمان off هذا خيار anti-aliasing gamma correction off anti-aliasing mode كمان off ننزل بعدها شوي للاسفل عندنا background application max frame rate نحط هذا الخيار كمان off بعدها اوكي الكودة GPUs هذا الخيار لو عندك مثلا كارت شاشة تاني تقدر تختار الكارت اللي بدك اياه هون نعلم على الكارت الخاص بنا وندغط على اوكي DSR factors نختار off هذا الخيار يخوان اوكي هون عندنا low latency mode الخيار هذا ممتاز جدا يخوان ميحسن من اداء الكارت عندك على العاب بشكل ممتاز جدا نحطه ultra او on على حسب جهازك ممكن نقول انه يتحمل شوية تحطه on جهازك يعني ممكن نقول انه كويس بس الكارت عندك ضعيف حطه ultra max frame rate لكن تقدر تحطه ultra وتجرب max frame rate off multi frame simple AA MFAA نحطه كمان هذا الخيار off بعدها خيار open GL GDI compatibility هذا الخيار يخوان نحطه prefer performance تقدر تخليه auto او prefer performance بعدها عندنا خيار open GL rendering GPU auto select نحطه الكارت الشاشة الخاص بنا اللي رح نختار شوف على حسب اسم الكارت الخاص بك تختاره power management mode optimal power نيجي هون نحطه prefer maximum performance نزل شوية للاسول عندنا shader cache size driver default او unlimited لكن تقدر تخليه driver default وتسيبه texture filtering off هذا الخيار texture filtering يعني negative هذا الخيار خليه clamp لا تخليه low خليه clamp بعدها عندنا texture filtering quality لا احنا ما بدنا quality بدنا high performance اداء افضل texture filtering هذا الخيار خليه on عندنا خيار 3D optimization خليه auto او on لكن ينصح تخليه autology هذا كضعيف triple beferring يخوان off vertical sync use 3D application setting هذا الخيار اللي رح نختار virtual هذا الخيار خليه واحد وبعد الخيار الاخير نخليه auto لو ظاهر عندك هون نضغط على apply عشان يتم حفظ جميع هاي الاعدادات بالنسبة لو بدك ترجع كل شيء زي ما كان تضغط على restore رح يرجع زي ما كان لكن هاي الاعدادات اللي رح ان شاء الله تحصل بها على افضل واقصى اداء من كارت الشاشة اللي ضعيف الخاص بك عندنا هون هذا الخيار program setting هون تقدر تضيف اي برنامج او لعبة معينة وتخصص الها اعدادات مفصلة لحالها مثلا نضيف كمثال fortnite add program selection هون نقدر مثلا نفعل anti-aliasing على اللعبة لحالها مثلا نخليها overed any application settings وهون مثلا نقدر يعني كل هاي الخيارات gamma correction كمان نفعلها على اللعبة اي خيار يعني تخصص لها خيارات لحالها بدنا مثلا على لعبة fortnite high quality يعني دقة صورة اعلى نقدر نخصصها لfortnite لحالها لكن لباقي الالعاب ولباقي التطبيقات رح تضل على global يعني الاعدادات العامة لجميع الالعاب وباقي الالعاب هذا الخيار تقدر تيجي هون على processor وتختار كارت الشاشة الخاص بك هون وتضغط على apply بالنسبة للdisplay هون الresolution تقدر هون تيجي وتختار اعلى رقم هون عشان تشوف شاشتك تدعم قديش هردز لو تدعم 60 75 او 144 هون على الPC تختار native اللي بتشوف قدامه native تختاره هون الخيار هذا خليك على 32 باقي هاي الخيارات ما بشوف انه لها فرق كبير بصراحة على الالعاب لكن تقدر مثلا تيجي على adjust desktop color setting وهذا الخيار خليه 75 مثلا 75 ومن بعدها نضغط على apply الخيار هذا بالنسبة للالوان بيحسن جودة الصورة على الالعاب بشكل ممتاز جدا بصراحة زي ما قلت لكم هاي الخيارات شرحتها في فيديو مفصل تقدر مثلا تحطو هون no scaling في هذا المكان ال refresh rate تخليه على شيء تضغط على apply لكن زي ما قلت لكم هاي الخيارات ما بتفرق كتير بالنسبة للالعاب لكن اهم خيارات هي اللي سرحناها في البداية في خطوة وخيار بشوف انه ممتاز جدا بصراحة يا اخوان مثلا رح نيجي على program setting ونضيف لهون الفايل explorer عشان الفايل explorer ممتاز جدا لما بتلعم الالعاب ما يسوي إلك lag وتقطيع على الالعاب نضغط على add هون ومن هذا المكان نضغط على browse هون يا اخوان بعدها رح نروح على disk pc c local disk c رح نروح على خيار windows بعدها رح ننزل لsystem 32 ننزل الاسفل يا اخوان لا ننزل لخيار explorer dot exe explorer هو هذا نروح على task manager هذا windows explorer جرب بس جرب انك توقف هذا خيار تسوي له end task لما تسوي له end task البي سي عندك رح يوقف وكل شيء رح يوقف عندك رح تضطر انك تطفي الجهاز من زر الادفاق عشان تطفي الجهاز وتعيد تشغله من الجيل عشان الفايل explorer او windows explorer هو العقل المدبر للبي سي وللويندوز زي الفايل manager اللي بيكون على اجهزة الاندرويد نجي نضيف الاكسبلورر يا اخوان open هاي الخطوة ممتازة جدا ننزل على power management mode تلاقيها adaptive حط له prefer maximum performance عشان نعطيه اداء افضل واداء اعلى يا اخوان الخطوة هاي ممتازة جدا ومفيدة جدا للجهاز مو بس في الانعام حتى في استخدامك العادي للجهاز تقدر كمان تروح على display setting هذا الخيار هون ننزل للاسفل عند خيار graphics ونفعل هذا الخيار hardware accelerated gpu نفعل هذا الخيار ومن هون نقدر نضيف اي لعبة لكارت الشاشة الخاصة بينا كمثال نضيف fortnite هذا الخيار add وهون نضغط على options ونختار اعلى اعدادات لكارت الشاشة الخطوة تقدر تسويها لأي لعبة desktop وتضيف اي لعبة او محاكي او برنامج add هون تختار اي قونة المحاكي بعدها تضغط هون options وتختار اعلى اعدادات لكارت الشاشة اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح هذه اخوان لا تحمونه من اشتركاتكم مع القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان ان شاء الله في هاي قناة رح تلاقوا كل شيء بخص الالعاب والويندوز حلول لمشاكل الالعاب والويندوز سريع الويندوز سريع الالعاب ان شاء الله استفادون من هاي الشروحات لايك لها الفيديو عشان ينتشروا ويوصل لأكبر عدد من الناس احكووني تجربتكم في اسفل الفيديو ان شاء الله رح تكون في شروحات اكثر عن كونة الشاشة انفيديا وامد كمان ما ضل شيء غير ودعكم عالمة ان شاء الله شوفكم مقطع الصور السنطوري قادم سلام عليكم الله شكرا